وعلى طول هي هذه المعجزة من سلسلة معجزات لما حاولوا أن يأخذوا يسوع المسيح ويتوجوه ملك بهاي الفترة المسيح طلب من التلاميذ أن يسبقوه إلى العبر يروحوا للجهة الأخرى من بحيرة طبرية والمسيح طبعا ترك الجموع صعد إلى الجبل وكان يصلي هناك على الجبل بعدما التلاميذ في البحيرة حدثت عاصفة شديدة هائجة مما طبعا ابتلعت حكمتهم وكانوا على وشك الغرق لكن المسيح جاء في الهزيع الرابع يعني خلاص لما معتش فيه أي إمكانية عند البشر جاء المسيح ماشيا على الماء بهذه المرحلة طلب بطرس أنه كمان يمشي على الماء قال له يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليه وفعلا بطرس ماشى على الماء لكن عندما حول نظره ابتدأ يغرق وصلى صلاة التي تعتبر أسرع صلاة لأسرع نجاة يا رب نجني وفعلا المسيح أخده وسلسلة المعجزات عم تستمر يسوع يمشي على الماء بطرس يمشي على الماء ويغرق ثم المسيح ينتشي البطرس والتنين عم بيمشوا ما زالت العاصفة عم بيمشوا فوق الأمواج في داخل العاصفة ورجعوا للسفينة وطبعا هدأت الريح وفي الحال وصلت السفينة إلى المكان المقصود واستمرت المعجزات بحسب بشارة متأسحاح 14 السفينة كانت في منطقة جينيسرات وهناك أحضر جميع السقماء من كل القرى واللكور المحيطة ومكتوب جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء موسيقى 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 موسيقى